خليني أقول لحضراتكم بقى فيما يتعلق بالاستعداد لمباراة مصر والسنغال الكلام النهائي إنه وده بناء على طلب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني إنه المباراة دي إن شاء الله هتتلعب في استاد القاهر وده كان رأيي مستر كيروش عشان شايف إنه طبعا من ناحية الساعة الجماهرية هنتكلم في عداد الجمهور وهقول لحضراتكم الجديد في الموضوع ده لكن هو شايف إنه أرضية الملعب هي الأفضل على مستوى كل ملاعب مصر الموضوع يتلعب يوم 24 أو 25 لما لم يتحدد معايد نهائي للمباراة لكن كل المجهودات اللي بيقوم بيها مسؤولين في اتحاد الكرة قالت إنه المباراة دي بعد طبعا مع التنصيق مع الجهات الأمنية إنه المباراة دي إن شاء الله يعني أقل عدد لحضر جماهيري فيها يكون 40 ألف مشجع وأتمنى كمان أن رقم ده في مباراة في منتهى الأهمية يزيد والجماهير النادي الأهلي أثبتت بشكل كبير جدا أنه الجمهور في مصر جمهور الكرة في مصر ممكن يلعب دور كبير جدا في حسب مواجهات صعبة وبتهالي ما عندناش أصعب من مواجهة السنغال اللي ما تحتبلش الإسمة على اتنين وجمهور مصر بالمناسبة كمان في بطولة أمم إفريقيا أعتقد أنه بعد دور المجموعات ولما ابتدى يبقى فيه تواجد للجماهير المصرية فيه حتى رغم أنه كان عددها مش كبير أنت بتتكلم على أقصى عدد لجماهير مصرية حضرت في مباراة في الكاميرون في أمم أفريقيا يعني ابتكلم أربعة تلاف خمس تلاف ما وصلش وما تجوز ست تلاف مشجع بس كان لهم دور وبالتالي على ملعبنا هنا وفي أستاذ القاهرة أعتقد الجمهور هيكون لي دور كبير وخصوصا أنك أنت بتسعى إلى تحقيق مكسب نظيف أنا أهم منها نجيب كام أنه يكون صفر يعني اتنين صفر تلاتة صفر يا سلام واحد صفر حتى المهمة يبقى النتيجة هنا للسنغال صفر لأنه إحراز السنغال لهدف هنا في ملعبنا هيصعب جدا من المباراة في دكار مباراة العودة في السنغال وبالتالي أتمنى إن شاء الله أن الجمهور يكون عامل مساعد